السلام عليكم ورحمة الله بدون مقدمات كلمة لمن يطلقون أوصاف الصحوانة والسلولية لو سلمنا لكم جدلا أن عامة مخالفيكم سلوليون منافقون فهل عاملتموهم كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس النفاق عبدالله بن أبي بن سلول أليس شعارنا جميعا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقف كلها إذن تعالوا نرى كيف تعامل مع مشكلة السلولية ارتبط ابن سلول بأجندات خارجية فقد روى أبو داود بإسناد صححه الألباني أن قريشا كتبت إلى ابن سلول ومن معه تحرضه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فهم ابن سلول أن يفعل فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا نعم تفرقوا ونزع فتيل الحرب خطاب سياسي من النبي صلى الله عليه وسلم جنبت دعوة مواجهة في غير أوانها هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغوا خبر تآمر ابن سلول من الكفار بيقين وليس بالاحتمالات خطاب لو استخدم هذه الأيام لرآه بعض الجهالة تمييعا وإعطاءا للدنية في الدين إذ يرون أن لا قول إلا قد جئتكم بالذبح والتي إنما قالها النبي لكفار صرحاء همز ابن سلول ولمز وطعن وحرض لا على جماعة من المسلمين لهم وعليهم بل على رسول الله شخصيا جاءه رسول الله يكلمه فقال له إليك عني لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لابن سلول رجال من قومه فكان بين الطرفين ضرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما والحديث متفق عليه فالذين غضبوا لسب بن سلول سماهم الله مؤمنين نعم مؤمنين مع أنهم تعصبوا لمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله تعالى يعلم أنهم حديث عهد بإيمان لم يتخلصوا بعد من رواسب الجاهلية فلا زالوا يتعصبون لابن سلول مع حبهم لله ورسوله ولم يسمهم الله ولا رسوله من أجل هذا الموقف صحوات ردة ونفاق فكيف بآلاف المقاتلين بالشام الذين يتعصبون لقاداتهم لقرابة أو اغترار بشعارات أو حداثة عهد بإسلام بعد عقود الظلام في ظل النصيرية هؤلاء القادة عندكم كابن سلول إذن فكونوا لهم كالرسول دنا رسول الله من ابن سلول ومن معه يوما يدعوهم إلى الله فقال ابن سلول بلا أدب أيها المرء إن رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ سيد الأوس فقال أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فغضب سيد الخزرج سعد بن عبادة حمية أن يقتل أوسي ابن قبيلته الخزرجي فرد عليه وثار الطرفان حتى كادوا يقتتلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخفضهم حتى سكتوا وسكت والحديث رواه البخاري يا قوم إنه عرض رسول الله فداه أرواحنا ومع ذلك سكت لألا تكون فتنة بين المسلمين ولم يروى ولا حتى أنه عاتب سعد بن عبادة على الحمية التي فوتت حق النبي في الدنيا ولا أنهم قال له كيف تدافع عن رجل وقع في عرضي إخواني ترون تويتات وتصريحات بعض خصومكم طعنا والله مهما بلغت لن تبلغ عشر معشار أذية بن سلول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أترونها تنم عن سلولية إذن فكونوا لأصحابها كرسول الله لابن سلول أيها المسلمون أيها المسلمون المتعجلون لصحونة وسلولة خصومكم هذا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الأولويات ولم يحرف بوصلة الاهتمامات ولم يفتح على نفسه الفباب هذا رسول الله لم تكن مهمته وضع لواسق السلولية على الناس ثم قصفهم بالتكفير بل استوعب أصحاب ابن سلول ومؤيديه حتى انفضوا عنه وسحب البساط من تحت رجليه وعزله اجتماعيا فمات ابن سلول بهدوء ولم تبكي عليه سماء ولا أرض بل ذهب إلى مزبلة التاريخ بينما بقيت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة إلى يوم الدين وفي كل ذلك يقر الله رسوله ولم ينهه عن تصرفه مع ابن سلول إلا حين صلى عليه فنهاه عن الصلاة فنهاه عن الصلاة على مثله وهذا كان فعل النبي مع طائفة منافقة يعلم أنها تكيد للإسلام وأهله عمدا فكيف بفصائل أكثر من فيها نحسبهم يريدون خدمة الإسلام ولأجل ذلك يجاهدون أفلا يستمالون برفق ورحمة إن أخطأوا وانحرف بعضهم في مساره وكل هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه أن يقيم دولة الإسلام ولا قدم من أجل ذلك التنازلات هذا رسول الله لم يتعجل الصدام قبل أن يتمكن الإيمان من القلوب ويخرج حب ابن سلول شيئا فشيئا من قلوب أهله وعشيرته حتى ابنه عبد الله بن عبد الله ابن أبي الذي كان من خيار المؤمنين هل كان رسول الله ليقمع ابن سلول بحجة أن لا يستفحل خطره لأنه صحوجي سلولي فيجلب إلى دائرة الصراع مؤمنين لا زالوا يتعصبون لابن سلول فضلا عن ضعفاء إيمان فضلا عن ضعفاء إيمان يرجى الخير في مآلهم ثم يستعد النبي من بعد أقرباءهم وأنسباءهم وأصدقاءهم وجيرانهم ثم يستدل على حق منهجه بكثرة الأعداء ويحمل الناس وزر صحونتهم وسلوليتهم ويشكو إلى الله ظلمهم أبدلا من أن نستميل الناس إلى ما نراه حقا ونستنقذهم من المتآمرين على الإسلام نتفنن في التنبؤ بأنهم صحوات ونتصيد لهم للتدليل على ذلك الزلات ثم إذا زدناهم عنا نفورا وقاتلونا وضعناهم المفسدين السلوليين حقيقة في بوتقة واحدة وهددناهم بالسحق والمحق ثم فجرنا المفخخات ولم نعز المصيبة لأنفسنا وممارساتنا ثم بعد هذا كله ننتظرهم أن يستعينوا بالأعداء حقا هروبا من شرنا ليقول قائلنا ألم أخبركم ألم أخبركم أننا نمتلك حاسة سادسة أو سابعة لا يمتلكها غيرنا تشتم عن بعد الصحوجية وتكشف عن من لم يتصحوا لكن لديه قابلية فتدفعه إلى الصحوانة دفعا ولو كان لها كارهة وتأزه إلى بئر العمالة أزا مبالغة في الاحتياط حتى لا يفلت منا أقولها هنا بصراحة تامة لا أرضى عن عديد من تصرفات قيادات في فصائل إسلامية يصفها خصومها بالسلولية وصفا جائرا لكني مع ذلك أدافع عنها حين تظلم لأني أعلمها يقينا خيرا من ابن سلول بل ولا نسلم أبدا بأفضلية من يستبيح دماءها ودماء جندها فمن دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين وإن كنا نخاف عليهم انحراف المسار في الآجل فإن صحوانتهم في العاجل أضر على الإسلام وأهله ومن رمى غيره بمثل هذه التهم وعمم وقتل على أساسها فليس محل تزكية وقبول حتى يدافع عن خصومه ويبرأه إن كان أعداء الملة يريدون سلولتها فليست مهمتنا محاسبتها على مراد أعدائنا منها بل استمالتها وتذكيرها إذ لا ينقطع الأمل فيها فإن لم ننجح في هذه المهمة فليس أقل من أن نستميل أتباعها ونغلب فيهم إيمانهم على عصبياتهم لفصيلهم أو قياداتهم فيا أيها المصحونون اتقوا الله ولا تقولوا فات الأوان بعدما بدأ القتال فخصومكم يعرضون عليكم المرة تلو الأخرى كف القتال والاحتكام إلى كتاب الله والاجتماع مجددا على حرب الكفار لا تريدون معاملتهم كمسلمين؟ لن أناقشكم في هذا خروجا من الجدل وإن كان عامتهم عندنا مسلمين لا منافقين ولا كفار ولا سلوليين إنما أقول لكم هم عندكم أبناء سلول إذن كونوا لهم كما كان الرسول اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد؟ يا رب وحد صفوف المجاهدين وألف بين قلوبهم والسلام عليكم ورحمة الله